مستمعين مباشرة معكم كان وصلوا لقاء بكم طبعا في زين الترابي وحنا كانت تكلموا اليوم على مجموعة هذه الأنشطة الموازية كيفية اختيار الأنشطة الموازية لوليدات واش ضروري يشاركهم واش ضروري نرعيه مجموعة هذه المعايير والشروط كيفاش ايضا تعرفوا لشخصيات ديال كل وليد وكل ابنية وشنه هو النشاط الموازي اللي غادي يناسبوا ايوب إذن وحنا اليوم طبعا المستمعات والمستمعين ديالنا وابتزامون مع الدخول المدرسي كيف ذكرنا دراسان طلقات اليوم أغلب الأسر كتفكر ضروري خصكون نشاط موازي مشنه النصائح اللي ممكن تقسموها مع الآباء والأمهات نعم أول حاجة نصح الآباء والأمهات أنهم يعجزوش على هاد الأمور هذي اللي هي نشاط موازي نعم البداية دي العام الدراسي لك الناجح ما غاديت محنش مع ولدك الوقت ديال الفروض والامتحانات وغادتلقاه جاهز بإذن الله وحنا مشينا بعيد مع الآباء أنهم الوليدات ماشي غير في الموسم الدراسي وإنما حياتهم يكونوا ناجحين فيها بإذن الله الأنشطة الموازية مهمة فأنا ولدك يكون ناجح في الدراسة دياله في الحياة دياله مهمة أنك تضيفها لستعمال الزمن دياله كانت استعمال الزمن جيد ما كانت ضيفها بإذن الله أنا قسمت الأنشطة الموازية حسب الشخصية ديال الوليد فلا لقي تفولدك هذه الصيفات يدر لي هذي الأنواع ديال أنشطة الموازية ركت وانمو وهذا ما كبناش أنه يدير أنشطة الموازية أخرى باش يعزز الشخصية دياله بالنسبة لوليد اللي عنده الشخصية العاطفية الوليد الجماعي الوليد حاركي كينفع معاه يدير الألعاب الجماعية الألعاب الملموسة اللي فيها اللاعب ديال أكتر من واحد يعني أكتر من لعب لعب لاعب لعبان ثلاثة فما فوق هذو كيسلاح لهم هذي النوع ديال الألعاب وكذلك الرياضات الجسدية الجماعية كرة سلة كرة قدم أي رياضة جماعية كتعلمه بزافة الأمور كتفرغ هذه الطاقة وفي نفس الوقت كتعلم روح الفريق كتعلم التواصل بشكل جيد المصرح كذلك مهم بالنسبة لهم الشخصية والنوع التاني هو الوليد ولا البنيتة المبديعة فالوليد اللي كتلقاه مبديع عنده الخيال يحب الرسم عنده واحد الشغف في الألوان سجلوا في الأنشطة الموازيلة عندها علاقة بالفنون هنا كانت تكلموا على الأعمال اليدوية لغ بلاستيك كانت تكلموا على المصرح كذلك رهفن من الفنون وكانت تكلموا على الرسم دخلوا لهذه المجالات باش ولدك إن شاء الله مني يكون عنده عمل مهم خصوص يدوره ما تلقاش كيرسم وعنده واحد الشغف ما فرغوش فدلي هذي الأنشطة الموازيلة قتبها المو النوع التالي للشخصيات هو الوليد ولا البنية اللي كتكون داتية منطقية واقعية فالألعاب الدهنية اللي فيها التفكير مهمة بالنسبة لها مهمة بالنسبة لها الألغاز مش بضرورة غير الكلمات ألغاز الأرقام ألغاز الحروف ألغاز دي الأشكال والمجسامات مهمة متشابهات مثلا نعم كذلك الألعاب الفردية وكذلك الشطرنج الشطرنج مهم كثيرا فيه ذاك الجو دي الهدوء كيصلح لهم وكيبقوا يفكروا منطقية فالوليد دي لك لقيت فيه هذه الصفات دي لها الألعاب لقيت فيه من صفات دي الشخصية دي لكين واحد تشابه وكين واحد يعني تقارب شخصية خرى ما فيها بس دي لها ذاك الأشيطاء الموازية الأخرى فالمسرح متران ذكرناها في الجانب العاطفي وذكرناها في الجانب دي الإبداع إشارة واحدة فقط أن كين فرق ما بين الوليد والبنية الوليد خاصه باش يفرغ الطاقة باش يفرغ دك الشغف خاصه ثلاثة ربعات الحصص في الأسبوع البنية خاصها أقل يكفيها بالنسبة للمجهود الجسادي كان مجهود دهني الرياضات الأدهان فالعدد الحصص بحل بحل مشي مشكل يعني إلى جانب الشخصيات اللي ذكرنا أيوب اللي غد يتحدد والصفات اللي ذكرتي اللي ممكن من خلالها نحددوا طبيعة النشاط الموازي واشي ممكن أيضا ناخد بعي الاعتبار الرغبات ديال الوليدات بعد الحالات هما كيبغي واحد نشاط معين وربما الأب والأمتي بلما هذا النشاط غير مناسب فالحالة شنو ممكن يديره نعم بالنسبة للأباء أنهم في الاختيار ديالهم وولداتهم ما اللي نعرف ولدي حركي اجتماعي نعطيهم جموعة ديال الاختيارات اللي كتوالم الشخصية دياله فنحطها ليه كاملة اختار وحدة منها رحم زيان نفتار دمتان ما بغيهاش وبغي الفنون فولدك عرف بلي عنده الجانب الإبداعي خافي لداخل ما بيهنوش لك لبي ليها الرغبة دياله مادم أنها الحاجة اللي كتعجبه خليه يجربها وفي نص الوقت ديليها رياضة جامعية ونوع عليه باش يختار إن شاء الله والأمر كمظن نارك تكون مزيان نعم تحية لك أيوب شكرا على نصائح اليوم